سلام تلاميذ أهلا مرحبا بكم في فيديو اليوم اليوم إن شاء الله رايح نحلو هاد الموضوع لفرض الفصل الأول في الإنجليزية لسان الرابع متوسط رايح نفهموه جيدا ورايح ميجيكم حتى موضوع بعد الآن صعب تابعوا معايا هاد النص يتحدث على المسجد الأقصى الأقصى موسك يعني المسجد الأقصى يقع في الجهة الجنوبية لمدينة القدس بنية فوق معبد قديم ومغطية واحدة لستام المساحة ديالو كاملة الأقصى موسك comprises the entire area within the compound walls يعني الأقصى المساحة ديالها لداخل الجدران هاده كامل مساحة تا المسجد الأقصى a total area of 144,000 square meter it's considered the third holist mosque in the world after the haram and the nabawi mosque يعني تعتبر ثالث مسجد مقدس في العالم بعد المسجد النبوي المسجد الحرام والمسجد النبوي the history of laqsa makes it an important Muslim site يعني التاريخ تا المسجد الأقصى خلاه مكان مهم للمسلمين اللاقصى موسك including all the mosques يعني تحتوي كمكامل المسجد على prayer rooms مكان تصالات buildings مباني platforms المنابر and open courtyards located above or under the ground و ساحة تقع فوق الأرض ولا تحت الأرض under or above or under and exceeds 200 historical monuments pertaining to various Islamic eras وتحتوي على أكثر من 200 معلم تاريخي إسلامي the mosque is also referred to as الحرام الشريف ويقول له أيضا الحرام الشريف المسجد الأقصى was founded by the prophet إبراهيم و سيسا من طرف النبي إبراهيم عمر بن الخطاب is the first one then who restored الأقصى يعني الصحابي عمر بن الخطاب هو أول واحد اللي عاود رمم الأقصى he recognized the site but nothing was built يعني هو احترف والعرف البلاصة هديك بصحافة متبنت when عبد المالك بن مروان held the office in the year 66 يعني كي عبد المالك بن مروان شد المنصب في عام 66 هجري he rebuilt الأقصى and the dam of the rock عاود بناء الأقصى وبناء قبة الصخرة الأقصى is one of the largest and most important mosques in the Muslim world يعني هو أكبر واحد من أكبر وأكثر أهمية مسجد عند المسلمين and the earliest in Palestine والأقدم في فلسطين this is the reason why this mosque holds a special place in the heart of Muslims على هذا للمسجد الأقصى عنده مكان مميز في قلوب المسلمين I feel in the following fact file we have monument المعلم total area المساحة الكاملة founded by و السيسة من طرف located location number of historical places عدد الأماكن التاريخية and rebuilt by عاود بنا يعني عاود التبناء من طرف المعلم monument هو الأقصى موسك total area يعني المساحة الكاملة من دوهننا قالونا a total area of 144,000 square meters founded by السيسة sorry السيسة من طرف قالونا المسجد الأقصى was founded by the prophet إبراهيم so نكتبو prophet إبراهيم the location الموقع قالونا في بداية النص قالونا situated in the southeast corner of the old city of Jerusalem نكتبوها كاملة in the southeast corner of the old city يعني المكان ما يكفيش but سمالش of Jerusalem number of historical places بش حال قالونا قالونا exceed 200 historical monuments يعني over كتر من 100 عاود بنية من طرف قالونا يعني كي تولى الحكم ولا تولى المنصب عبد المالك هي ربالت عاود بنية هي ربالت الأقصى سوئي رأيت عبد المالك ابن مربا آسر بي true or false الأقصى موسك is situated in the northwest part of Jerusalem معتها الأقصى موسك situated يقع في north west وش معتها north west شمال وما قالونا في النص south west الجنوب so we say falls it is the second holist mosque in the world وش معتها second معتها تاني holist مقدس مسجد في العالم في النص ما قالونا ش second قالونا third it is considered the third holist mosque third معتها ثالث false we say false omar ibn khattab rebuilt it معتها عاود ابن الاقصى is it true قالونا in the text omar ibn khattab is the first one then who restored الاقصى معتها عاود رمم الاقصى who rebuilt قلنا عبد المالك it holds a special place in the hearts of muslims يعني عندها مكان ما special خاص في قلوب المسلمين true most called special place in the hearts of muslims task three i read the text and match each word one two three and four with its corresponding antonymes sorry and opposites so we have عندنا كلمات والافضر ديالهم واللا yes كلمات مع الافضر ديالهم opposites so we have south east الجنوب within الداخل above فوق largest معنى اكثر تسعا without من غير north شمال smallest اصغر under تحت so south قلنا هي الجنوب عكسها هي north شمال be within الداخل عكسها هي without above الفوق عكسها under and largest عكسها smallest i re-write the following sentences and supply punctuation and capitalization where where appropriate we have we have the great mosque المسجد الاعظم we have the great mosque الجيستان مكان so راح نكتبوه with capital letter الجزاء العكسها is the third largest largest of its kind kind in the world and full stop that's all i compare using as as or not as as so نستعمل as as للمقارنة بالتساوي وnot as as للمقارنة بغير التساوي we have الازهر mosque in kiro is famous and azaytuna mosque in tunese is famous too عندنا تساوي بين الازهر mosque وزيتuna mosque في الشهرة famous ok سو راح نستعمل المقارنة آدات المقارنة بالتساوي لها as as كيفاش راح نوضفوها نقول الازهر mosque in kiro is as famous as zaytuna mosque in tunese ندو هادي يعني المكان الأول والمكان الثاني ونستعمل بين التهم الاجكتف الصيف is as famous as 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 zaytuna in chines las lazهر mosk is as famous as we have the great mosque is of kairawan tunisia built in the year 670 a.d the yumaid mosque of damascus syria built in the year 60 615 a.d so the adjective is old we haven't ما عندناش تساوي الموسك المسجد الأول بنية 670 والمسجد الثاني بنية 615 يعني كين واحد قديم على واحد راح نستعملوا المقارنة بغير التساوي والأدجكتف هي old مدو هنا ساوراح القولو the great mosque of kairawan Tunisia is not as old as the yumaid mosque of damask syria المقارنة I classify the following words in the table below according to the pronunciation of their final S ending ألاحسب النطقة S لتخلص به كل قلمة رايح نكلاسيوها في الجدول S Z E Z okay we have comprises E Z walls and rooms Z monuments S so we have monuments walls rooms comprises and that's all for today الوضعية رايح نديرها لكم في فيديو جاي إن شاء الله about جامعة الكبير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر